أولمبياد الرياضيات الوطني الرابع تظاهرة علمية سنوية تقوم على أساس التنفس في مجال علم الرياضيات وتقديم مشاريع علمية وتطوعية بطريقة جماعية يستهدف هذا الأولمبياد التي تنظمه أكاديمية الموهبين بمدينة سيئون طلبت المرحلة الثانوية حيث يشارك فيها 17 فريقا من 5 محافظات حضر موت الساحل والوادي وعدن وشبوة والمهرى وسقطرى طبعا هذا الأولمبياد يهدف إلى تكوين اتجاه إيجابي نحو مادة الرياضيات وأيضا تحبيب هذه المادة لطلابنا والإسهام في رفض العملية التربوية والتعليمية خاض الطلاب اختبارات من مقرارات المناهج الدراسية التي تلقوها في سنوات التحصيل العلمي كما تضمنت المسابقة أسئلة ذكاء تحاكي مستويات ومهارات التفكير العالي على غرار مادة اختبارات المسابقات الوطنية وكذا الأولمبياد الدولي والآن يكرم من قبل السلطة المحلية تصدر الثانوية سيئون النموذيية للبنين قائمة الأبطال الذين حققوا المراكز الخمسة الأولى حيث حاز على لقب بطل منديال الرياضيات للعام الرابع وللمرة الثانية على التوالي الطالب أحمد محمد باضاوي تأتي هذه المسابقة المحلية تمهيدا للمشاركة في الأولمبياد الدولي الذي سيقام العام القادم في إيطاليا وقد يشارك فيه الطلب الذين حققوا المراكز الأولى لتمثيل اليمن في هذه التظاهرة العلمية العالمية حداد مسعد قناة بلقيس سيئون حضر موت